رحب فيكم من يديد مشاهديننا وحابين نذكركم مثل ما شفتوا في الفاصل أن ضيفنا ليلى الدكتور فاضل عزيز إذا حابين نادر بس إذا حابين مشاهديننا يشاركوننا بهاشتاغ ليالي الكويت تعبر منصة X ممكن تسألون وحياكم الله خصوصا لليلى مثل ما تفضلت التنويه للمشاهد الكريم أن باتجر طلبتنا حملة الشهادة الثانوية رح يكون عملية التسجيل لبإذن الله القبول بتخصصاتهم في جامعة الكويت لذلك رح ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع الدكتور العزيز هذه الساعة المباركة دكتورنا مشرفنا ومنهورنا يا حبيبي ساعتك أبرك شرف حقيا هلا مرحبا دكتور فاضل الله يعافيك هلا فيك دكتور فاضل مثل ما تفضل زميلي بطلال جامعة الكويت دائما تسعى أنها تعرف الطلبة بشروط القبول بشروط التسجيل إيش لو ممكن يسجلون أموتها بالتواريخ فياريت أنك تتكلمنا أو تشرح لنا عن آلية تقديم طلبات الالتحاق في جامعة الكويت حاليا للسنة الحالية وكيفية سير هذه العملية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية على هذه الاستضافة بالنسبة لآلية التقديم نحن في عندنا طلبات حق التحويل الخارج من خارج جامعة الكويت من جامعة خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي هذه بلشت من اليوم اليوم ورح تمتد ليوم 29 ثمانية حلو أما بالنسبة لخارجين الثانوية العامة التقديم إن شاء الله سيبدأ من باتشر خمسة وعشر سبعة لغاية يوم خمسة وعشر سبعة لمدة عشر تيام عشر تيام دكتور فاضل حاجة عن طلبة الثانوية من باتشر إن شاء الله من خمسة وعشرين عملية التسجيل كيف طريقة التسجيل أولاين لا تعال راجعني عن عندي في عمادة القبول والتسجيل شنو الطريقة والآلية والله هذا خط السؤال طبعا جامعة الكويت دائما حريصة أنها تطور وتواكب التطور التكنولوجي جميل ونسهل على الأبناء الطالبة عشان شريحة الأكبر تقدر تقدم أونلاين نفس ما هو مذكور بالخطة الزمنية راح نشوف الخطة الزمنية موزعة على شرائح شريحة الأغلب تقدر تقدم أونلاين في البعض يحتاج يراجعنا بصارة القبول جامعة الكويت عشان نتأكد أن المستندات مالتها كاملة ونبطل للسيستم أونلاين بعد ما نتأكد أن المستنداتها كاملة نبطل للسيستم يقدر يقدم أونلاين شكرا أولا الخطة الزمنية إذا موجودة على الشاشة تقدرون تشوفونها مذكورة شرائح معينة فئات معينة مثلا اللي عنده شهادة من خارج الكويت هذا أمامنا على الشاشة الصالة شهادة لو تشوفني ثالثا فيه أكثر من فئة راح تحصل فئات هذه مطلوب منها نتراجع الصالة نفس ما موجودة بالخطة الزمنية بالتفصيل كل فئة وموعدها اللي تراجع في الصالة ممتاز جميل لكن لكل قانون لكل جدول لكل موقف فيه استثناءات لابد أن هناك استثناءات مثل ما تفضلت أغلب الطلبة يقدرون يسجون أونلاين لكن ماذا بالنسبة للنسب النسب هل هي نسب القبول ثابتة أم أن هناك حالات استثنائية هو ما فيه استثناء بسياسة القبول خنقل بسياسة قبول جامعة الكويت بس فيه مثلا الكويتين وأبناء الكوتيات من دول الاحتياجات الخاصة لهم نسب معينة للقبول اللي هي 65% حق العلمي و72% حق الأدبي حق الفئة هذه ومذكورة بالسياسة القبول يعني هم مستثناء كثير من نحن نغطي لهم مراعاة لوضعهم لهم نسبة خاصة في الحد الأدنى للقبول دعني أرجع لك بس شوي وعشان نكمل معاك الحوار دكتور فاضل فيما يخص التسجيل اللي راح يبلش باشر وفق الآلية اللي انتو حطيتوها من يراجع عندنا أو من لا الأونلاين خلني في الأونلاين الأونلاين عبر رابط شنو والطالب اللي يريد يسجل وين يدش شنو الرابط الخطة الزمنية مذكور فيها الرابط يقدر يدش الطالب لو تشوفون الرابط موجود هنا على بورتل يقدر يدش وهناك يروح يقدر على الأونلاين يدش على الرابط نفسه ويقدم ويحط يعبي رغباته وكأن النظام القديم لما أنا أروح أقدم على رغباتي أبيها التخصص أبيها الكلي نفس الأمر نفس ويقدر بس يقدمه كله أولاين ما يحتاجي راجع يقدم الملف كله رغباته كله يعبيها ويمشي خطوة بخطوة السيستم واضح وفيه فيديو تعريفي هم بالموقع نفسه فيديو تعريف على آلية التقديم جميل ويمكن يمكن موجود فقط دكتور شفناه موجود فقط في الموقع أو الويبسايت كذلك موجود على وسائل التواصل اجتماعي وحسابكم اللي في الإنستغرام الآن بالنسبة لشان نسك ملف القبول بالنسبة للقبول هذا الجدول الزمني هل يشمل هل للطلبة اللي عادة والسنوية اللي من أعمار كبيرة أو اللي حابين يتقدمون في شهادات يديدة لكن هم دارسين من قبل اللي عندهم فرصة ثانية هل لهم نصيب من هذا القبول أم لا هو الحين المدام هو تخرج من الثانوية يعادة شهادة الثانوية العامة وما عندها سجل في جامعة الكويت صح يقدر يقدم عليها حالة حال الطالب المتخرج من جامعة الكويت اللي ديت فيقدر ديش أونلاين إذا هو تنطبق عليه شرط أونلاين ديش أونلاين يقدم عادة يعني بغض النظر عن العمر تعتبر شهادة جديدة خلاص تكل على الله وممكن إذا ما لا إذا ما لا سجل في جامعة الكويت وفق الخطة دكتور فاضل من 15 مثل ما قلنا لـ 25 حملة الثانوية لهذا السنة ومثل ما تفضلت وأوضحت ليلى حتى لعندها شهادة ما نقول وائد قديمة لكن السنة الدراسية الماضية أو اللي قبلها يقدر يقدم لكن عملية القبول متى تبين نحن نسكر إن شاء الله 25 سبعة صح والعادة نحتاج تقريبا يومين نبين تطلع النتائج خلال يومين سألتك تحت الهوى وما في باس دكتور نوضح أنا عندي مثلا صورة ذهنية للإخوان في المعهد التطبيقية أو كلية الدراسات التطبيقية أي طالب يتقدم يتم قبوله سواء بالتخصص اللي كان رغبان فيه أو غير يتم قبوله هل جامعة الكويت وفق خطتها أي طالب أي طالبة تقدم سيتم قبول للكل هو في عدد مقاعد معين بجامعة الكويت والقبول اللي يخطأ للمنافسة بينهم حسب العدل وحسب الرغبات يعني مثلا دعنا نفرط طالب نسبة 85 بالإمية مثلا معدل المكافئ سنقول أحسن معدل المكافئ 85 بالإمية حضر الرغبة الأولى طب وحضر الرغبة الثانية طب أسنام صح وحضر الرغبة الثالثة صيدة راح نروح حق الطب الرغبة الأولى مالتو وراح ينافس كل الطلب المتقدمين على الطب ما قدر ينافسهم بنسبة 85 بالإمية المعدل المكافئ سنقول أقل من العداد التي تقدمت فراح يرفض من الطب راح على طب الأسنان صار نفس الشي راح على الصيدلة صار نفس الشي فبالحالة هذا ما راح ينتب قبولها بجامعة الكويت لأنه ثلاث رغبات اللي حطهم كلهم أعلى من المعدل المكافئ وشي المصير رحيني دكتور لأنه ما راح يقبل حزتها بجامعة الكويت اللي يقدر يزيد رغبات أكثر حق تخصصات ثانية معدل المكافئ ما لها يناسب معدل المكافئ راح نتكلم عن موضوع الرغبات دكتور لكن الآن أنت قاعد تقول المعدل المكافئ معدل المكافئ وودنا نوضح حق أبنائنا الطلبة والطالبات كيف يتم حساب المعدل المكافئ وما هو المعدل المكافئ خنقول المعدل المكافئ عبارة عن معيار رائع في نتيجة الثانوية العامة ونتائج القدرات يجمع بين الاثنين طبعا قبل ما أعطي مثال أنا أعطي مثال عليه إن شاء الله قبل ما أعطي مثال عليه أحب أن أقول المنافسة بجامعة الكويت تعتمد على المعدل المكافئ وليس على الثانوية العامة حق كل الكليات معدلها كليتين كلية العلوم وكلية الحقوق كلية العلوم وكلية الحقوق لا يوجد معدل المكافئ لأنها لا يوجد اختبار قدرات تعتمد على الثانوية العامة باج الكليات تعتمد على المعدل المكافئ لأن كل كلية لها اختبارات القدرات معاينة. لو ترون دليل الاوزان. دليل الاوزان سيحصل الكلية والاختبارات المطلوبة الخ tragen الكلية. نسبة الثانوية العامة ونسبة الثانوية القدرات. حسبة المعدد المكافئ. نأخذ مثلا أنا. كطالب نسبة الثانوية عامة مال ت 100 بالإمية. سنفرض. سي nécessaireцию فرإ نسبة القدرات الرياضيات بالـ 80 بالإمية. وبالانجليزي بـ 70 بالإمية. لو سن Pilotic CEO حق subscri HISWAD. الاوزان راح نشوف ان معد الاوزان يقول انه 70% من الثانوية العامة الدش بالمعدل المكافأ 15% الدش برياضيات و 15% الدش باختبار لغة انجليزية. جميل. طيب. فانا راح اروح هنا ايبت بالثانوية 100% 70% من الامية صرت 70. حلو. زائد. اروح اختبار الرياضيات يايب 80% و 15% من الـ 80% هذي 12. اوكي. راح تحقي اختبارين انجليزي من 15% انا يايب 70% هذه 10.5. فراح اجمع السبعين مع العشر ونصف مع العشر ونصف مع الاثناش يصير معدل المكافئة 92 ونصف وهذا المعدل المكافئ هو اللي راح نافس فيه المتقدمين الآخرين على التخصص على المقاعد بالكلية العيوم الحياتية لأن لو تشوفون أنتو الأوزان تختلف من كلية لكلية فالطريقة تختلف بس هي نفس المبدأ هل هذا الجدول موجود على الموقع؟ الآن الطالب أو الطالبة لما يقدمون على الالتحاق بجامعة الكويت سيتم من خلالها تحديد اختبار القدرات قبل أن يتم القبول؟ أهو الحنقة لما يقدمه عارف شون اختباراته ورد يمقدم على الاختبارات طيب اختبار القدرات يعني آخر اختبار حق القدرات كان بجامعة الكويت 29 و 6 جيمي اطلعت نتائجها؟ اطلعت نتائجها لأن السؤال الليلة وايد مهم وأنا أشكرتش ليلة لأن السؤال وايد مهم لأن أنا على قولتك وشكرا دكتور الله للإضاح أن أنا داشف معدلي مال الثانوية وحضرتك تقول لا أنا راح اعتمد على ما يتفضل فيه وليلة أشارت للجزئة وايد مهمة بس أنا يوم قدمت على الرغبات قد أكون شيئا مقدم على الرغبات بناء على معدلي لكن حنت توضح لا أنت راح تكون عارف نتائج اختبارات القدرات وعارف معدلك المكافئ يقدر يدش على موقع بالجامعة ويحسب المعدل المكافئ محسوب لحق الكلية كيف يتم تعريف الطالب أو الطالبة خريج الثانوية أن هناك اختبار قدرات للرغبة التي يبيها قبل أن يفتح نحن طبعا في معارضنا مختلفة دائما نبه الطلب أن المعيار الأساسي حق المنافسة بجامعة الكويت كل كليات معدل العلوم والحقوق وهو عبارة عن المعدل المكافئ وحطين الأوزان حطينها موقع العمادة يقدر الطالب يروح موقع العمادة وشوف الأوزان المختلفة حتى كل سنة سننزل الحدود الدنيا حق المعدلات المكافئة تم قبولها بجامعة الكويت فهو حتى يقدر يعرف كم أقل معدل المكافئة تم قبولها بالتخصصات الدكتور هي القصة قصة مثل ما تفضلت أنت رغباتك التي تحطها أنا إذا في تنافس سأسكنك بوحدة من هذه التخصصات يعني خذيت أو فليت من موضوع التنافس ما رح أقبلك إلا بالتخصصات اللي أنت حاطة يعني أنا ما رح أسكنك بأي تخصص آخر إهني شنو مصير الطالب أو الطالبة اللي ما قبله ولا تخصص هي الفكرة أنا ما أقدر أجبر الطالب على تخصص معينهم محطة شكرا يعني أنا ما أقدر حط له مثلا أنا من عندي حط له تخصص بعدين رح يقول أنا ليش قبلتوني بالتخصص هذا أنا ما أبي التخصص هذا ويأخذ مقعد واحد غيره كان يبي التخصص هذا فإحنا لازم وهو يحط رغباته وبناء على الرغباته إحنا رح نمشي بالترتيب من الأعلى للأقل أنت شنو نصيحتك لللي تابعنا أنت أخبر دكتور يعني كل من ينشط بعياله يعني سجل طب سجل هندسة الكل ينشط بعياله وهو قادر وفق المعدل أو حتى الاختبار مع القدرات لكن قلت في جزئية التنافسية أنزين شنو النصيحة سجل مثلا الخيار الثالث يكون فيه شانس أكثر أول مفروض الطالب يحط أكثر من خيار يشوف ميولا المختلفة بالخيارات التخصصات المختلفة لا يكتفي بتخصص واحد يروح يحط أكثر من خيار لأنه حتى عنده فرصة حتى لو دش الجامعة بتخصص ما يبيه يقدر يحول من تخصص تخصص داخل الجامعة نعم لكن هذه سنوات بدراسة بالنسبة للتحسب الآن تكلم دكتور عن الرغبات كم عدد الرغبات القصوى التي يمكن يحطها الطالب أو الطالب رغبات مفتوحة حقي مفتوحة يقدر يحط كل الكليات يقدر هذه نصيحتك حط رغبتك الأساسية لكن لا تهمل أنك شيء تحس أنه ممكن تقبل فيه علشان لا يروح عليك هذا الكورس من خلال وقلت شغلة وائد مهمة دكتور حتى لو قبلت فيه رغبة بالأساسية ما هي رغبتك تقدر تالي تحول فيما يعني دكتور في قصة القبول بس طرع على بال عشان لا أنساها المدرسة الإنجليزية اللي الآن ما خلصوا وما استلموا شاهداتهم شي سوون يسجلون يقدر يسجل يفتح طلب يحط طلب الاتحاق يعبي لين ما تطلع نتائج العادة تطلع يمكن شهر ثيمانية شكرا يقدر يبلنا النتائج ونحن رح نشوف على حسب المعدلات التي تم قبولها هو وين بأي كتورية ممكن يقبل بأي كليا أعتذر منك يعني ما رح يروح يعني ما رح يتأثر بتأخير بس أعتذر وعدلي إذا أنا غلطان حضرت قتلي 25 يتسكر الباب صح بعد يومين بالكثير إن شاء الله يتطلع النتائج ما لشينا شهر ثيمانية شهاداتهم في المدارس الإنجليزية في شهر ثيمانية نحن طلعنا القبول مقاعدهم وين تكون على حسب المعدل المكافئة حزتها المعدل المكافئة ما لأ أنا أقدر أحسب للمعدل المكافئة ما لدي النتائج اللي طلعت فأنا أقدر عرف المعدل المكافئة ما لدي أي كله نعم الآن بالنسبة لنظام القبول والتسجيل مثل ما تفضلت الطالب خريج ثانوية خريج فرش ما نتكلم عن الإعادة ولا شهاداتهم وغيره يكون محتار في الرغبات اللي يبيها مثل ما تفضل نادر الوالد يقول لها هندسة الأم تقول لها طيب بترول وهو دارس علمي لكنه مشتت مو عارف دوركم أنتو في جامعة الكويت شنو ممكن أن يضيفون حق نظام التسجيل أو القبول بحيث أنك توجه الطالب وتشوف شنو رغبتها الحقيقية بحيث أنه يدر يروح ويتوجه وما يضيع سنوات عمره بعدين ما بين التحويل طبعا نحاول كثيرا ما نقدر نساعد ابناء الطالب على تحديد تخصصاتهم عشان شي نحن دائما نتواصل مع الكليات كل كلية تعطينا نبذة عن كلية ككلية تخصصاتها المختلفة سوق العمل مالها ونحطها بشي يسميه دليل الكليات دليل الكليات هذا سيحصلون هم على الموقع يقدر الطالب يشوف كلية معينة ويشوف التخصصات اللي موجودة فيها ونبدأ عن التخصصات هذه حتى المواد اللي رح يدرسها بالتخصصات موجودة فيقدر من خلال دليل الكليات هذا وليقراء نبدأ موجود عن كل التخصصات يكون انطباع مبدئي هذا اللي تقصد دكتور هذا 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 يساعد الطالب عشانسي عرف مجالات العمل بعد التخرج ديوان الخدمة المدنية المسميات اللي رح يسميها شنو مسمى دوان الخدمة المدنية بعد التخرج بالتخصص ممتاز طالما طريت هذا الأمر بس شيء بشيء يكر أنا بيع ديوان الخدمة أنت أحد الأمثلة المتميزة أنت مهندس تبارك الرحمن مهندس بترون والآن في عمادة القبول في جامعة الكويت لو هي شيء شخصي يعني تسالف لأنه مهندسة في عمادة القبول في جامعة الكويت والله جامعة الكويت الحمد لله يعني دائما طلبات تتهيئهم أنها يقدر يشتغل أكثر من المكان يتهيئ الطالب أنها يكون فليكسبل في أكثر من المكان فجامعة الكويت وائد متميزة وتهيئ الطالب حق أي احتمالات الحمد لله بس أنا نصيحتي نفس ما أقلت حق الطلبة يحاول قبل ما يقدم لأي تخصص يقرأ عنا يشوفها ناس ما أقلت هنا بديل الكليات يقدر يشوف التخصصات المختلفة يقدر يزونها بالجامعة مكاتب توجيه ورشاد بالكليات لا تقصروا ورح تعطي لنبذة عن كل كلية حتى الآن حاليا نحن في تعاون مع وزارة التربية أن يبنوا الطلبة بجامعة الكويت يزورون الكليات المختلفة والكلية تحاول تعطيهم محاضرة عن الكلية وتخصصاتها المختلفة عشان الطالب قام ما يقدم على الجامعة حتى هو بالصف الثاني عشرة عارف الجامعة وعارف الكليات وعارف تخصصات المختلفة قام ما يقدم على الجامعة جميل جميل جدا في سؤال من توتر دكتور من إيمان يقول يعطيكم العافية ومن نجاح إلى نجاح الذي كان دارس معهد تطبيقي يقدر يكمل بالجامعة أنا ودي أضيف شق ثاني لسؤالها أن الذي دارس بالتطبيقي يقدر يكمل بالجامعة إذا يقدر يكمل بالجامعة هل تتم معادلة جميع الوحدات بشكل عام ولا هل هناك بمثل ما هو المعدل المكافئ طبعا الدارسين بالتطبيق يقدرون يكملون جامعة الالويات وفق شروط معينة منها المعدل ما لا يكون يتخرج معدل ثلاث نقاط ونصف ويقدر وأنه يكون التخصص المتخرج منها لا تخصص مماثل بجامعة الكويت وبيناء عليه يقدر يكمل وهل جميع الوحدات التي درسها في التطبيق تتم معادلتها لا هذا متروك حق الكلية كل الكليات المختلفة عندها ضوابط معينة لأنه أرى وصف المقرر وفيه لا مقرر مطابق عندي جامعة الكويت وإذا مماثل حقها ولا لا عشس يتم معادلتها إذا مقرر ما لا مقرر مماثل ما إذا كل كلية تعتمد هذا الموضوع بشكل مختلف شفنا قبل شوي التوصيف الوظيفي والمسمى الوظيفي بعد توظيفك والتخرجك من ذاك التخصص أو هذا التخصص وني فتحت لإطار للحديث عن التنسيق مع الأحبة والإخوان في ديوان الخدمة المدنية قبل فترة أنا ويليلة إذر حاولنا رئيس ديوان الخدمة المدنية وقال أن هناك قد يكون في تعاون وبين إدارة الجامعة فيما يخص عملية بعض التخصصات التي لا يتقبلها سوق العمل لا بعض التخصصات التي نريد أن نفتحها لإستيعاب سوق العمل اللي يديد لها كلمني عن هذا التعاون ما بينكم وبين ديوان الخدمة المدنية وهو في تعاون بين جامعة الكويت والجهات المختلفة ديوان الخدمة المدنية نفس ما تفضلت القوى العام للأمانة العامة للتخطيط جميل أوكي في تعاون مشترك ممكن نفتح تخصص يديد نفس مثلا تخصص التمريض العلم الطبية المساعدة فتحنا تخصص التمريض كان بناء على دراسة من دراساتها أنا سألت العزيز والغالي رئيس ديوان الخدمة المدنية قلت لها بعيدا عن وصفك الوظيفة لكن كمجال خبرة وأنا أيضا دكتور بعيدا عن وصفك الوظيفة كمجال خبرة أبنائك بناتك اللي تابعوا لك الحين تنصحهم أن يتخصصون أنت تقول ترى سوق العمل اللي يأخذوها من أخوكم حق شديد تخصص أو شذاك تخصص عمونه التخصص التمريض تخصص مرغوب العلم الطبية المساعدة فيها تخصصات مرغوبة نفس العلاج المهني والعلاج الطبيعي فيها تخصصات مرغوبة وعيد الشغلات اللي لها علاقة بالأمن السبراني الكمبيوتر لها لها مجالات على المطلوبة بالسوق جميل جدا إذن الآن مثل ما تفضلت الأمن السبراني الأمن السبراني هو موجود كتخصص في جامعة عبدالله السالم اللي هي الجامعة اليديدة فالآن الطالبة لما تقدم يبين لهم التخصصات ككل بغض النظر عن جامعة الكويت أو جامعة عبدالله السالم هو فترة تقديم جامعة عبدالله السالم أهما قبل فترة تقديم تختلف فترة تقديم جامعة عبدالله السالم عن جامعة الكويت عشانا سنعطي الطالبة فرصة أكبر للقبول. الفترات مختلفة. يقدر يقدر يقدم على عبدالله السالم إذا ما حلف الحظ. يقدر يقدر يقدم على جامعة الكويت. أو العكس. فترات مختلفة تساعد الطالب أن ما تطوف عليه سنة بدون ما ينقبل المكاملة. هل عندك علم دكتور في فترات القبول لجامعة عبدالله السالم؟ هم باتش راح يسكرون إن شاء الله. باتش راح يسكرون. يمكن في حديثنا جاوبنا على السؤال أو جل الأسئلة يمكن عن الحملة اللي طلقتها. هنا يبدأ مستقبلك. لكن دعنا نعطي هذا الشعار لهذه الحملة أيضا حقه. هنا يبدأ مستقبلك. شنو توصيف كلمة هنا يبدأ مستقبلك؟. شنو الرسالة أو المسجل اللي تبعون توصلونا؟. طبعا نفس ما أنت عارف. خطوة اختيار التخصص هذه خطوة مهمة بحياة أي طالب أي إنسان. تقريبا لتحدد مستقبلك. شكرا. خذنا الشعار هذا هنا يبدأ مستقبلك. لأن هذا أنت الحين بدايتك. اختيار التخصص هو بداية مستقبلك. رحيح. فحبينا بالحملة هذه نعرف في الطالب بالتخصصات. نحن بدايناها بشهر ثلاثة معرض القبول. ويبنى كليات المختلفة حق الطالبة على أساس يتعرفون على المجالات المختلفة والتخصصات المختلفة بكل كليات. وكملناها الحملة بشهر سبعة. البداية شهر سبعة. التي حتى يبنى ممثلين من دوان الخدمة المدنية على أساس أنهم يشرحون حق الطلبة سوق العمل. واحتياجات سوق العمل حق التخصص اللي هم يرغبون فيه. وكانت الحمد لله حملة ناجحة. والإقبال كان وايد كبير. والطالبة أنا حسيت من الطالبة عندهم حرص. يشوفون التخصص اللي يابونه. لا مستقبل بسوق العمل. كان عندهم حرص على السؤال هذا. يعني ما يريد تخصصه بس. يريد تخصص مجال لمطلوب بالسوق. يعني وفق هذه الحملات التوعوية اللي بارك الله في سعيكم فيها. وفق هذه المثلة اللقاءات المباشرة اللي نوجه بعض الرسالة أيضا للمشاهد الكريم للطلبة والطالبات تحديدا. أنا دائما حريص على ليلة وفي برنامج الكويت أن أيضا نوصل الرسالة بشكل مباشر. حتى لو كان نعيد ونكرر في ذات الأمر مرة ومرتين من خلال خبرتك. أكيد هناك بعض الأخطاء التي تشوفها من عملية التسجيل. من الطلبة والطالبات. بعض الأشياء تقول حسافهم لهم سوين شيء. حسافهم لهم التبعي مثل هذا الإجراء أو هذه الخطوات. كان أفضل لهم. شنو من بعض المشاهد اللي مرت عليك وحابة تنوه عليها للطلبة والطالبات تحديدا. فيه اعتقاد كان قبل أكثر من مرة أن الطالب لو حط أكثر من تخصص فرصة قلب. صحيح. وهذا الكلام ليس صحيح. يعني مثلا لو حط أبي طب. لو حطيت تخصص ثاني ويطب. إنه فواسي إنه راح يتنشون الطب ويروح يحطوني بالتخصص الثاني. هذا الكلام ليس صحيح. دائما سنبدأ بالرغبة الأولى انتحاطها. إذا تنافس مع الطالب الثانيين المتقدمين ما نجحت بالتنافس. ويوم راح ننتقل حق الرغبة الثانية. الشغلة الثانية اللي هي الامتحان القدرات. كان فيه انطباع أنه ما بيقدم امتحان القدرات لو قدمت راح. فرص تتل. وهذا الكلام ليس صحيح. أنت لو ما قدم امتحان القدرات أنت راح تقلل فرصك. يدل إنه معدل لك المكافئ راح يزيد. مثلا. المثال اللي احنا قلنا على الطالب الثانيين العام اللي يعب إمية بالإمية. صح. لو ما قدم القدرات راح يصير نسبة سبعين. راح ينزل سبعين. ينزل سبعين. من إمية ينزل سبعين؟ من إمية صار سبعين. لأننا راح نعتبر إن بالقدرات ياب صفر بالرياضيات وياب صفر بالإنجليزية. فهل يصير نسبة المكافئة والمالتك يصير سبعين. لو كان قدم القدرات حتى لو ياب أي نتيجة بالقدرات سيكون أعلى من السبع فلما طوف امتهان القدرات أنت ما تسأل خليت فرصك أسوأ جميل طيب الآن الدكتور طلبة اللي تم قبولهم وبالتخصص اللي سواء كان رغبتهم الأولى وكان رغبتهم الأخيرة مشوا لكن اكتشفوا خلال الدراسة أن هذه الرغبة أو هذا التخصص ما يناسبني أنا أبي أحول فأنت وشنو الحالات أغلب الحالات اللي تشوفونها عندكم في عمادات القول والتسجيل وهل هناك سهولة في التغيير من تخصص إلى تخصص آخر هو التحويل بين تخصصات ناس ما قلت لو داش حتى على موقع العمادة راح حطين احنا شروط حق التحويل بين الكليات وكل كلية شنو شروطها لأن أنا شا سأحول من تخصص التخصص في شروط معينة منها معدل معين عدد وحدات معينة مواد معينة أكون ما أخذها بقريد معين فكل الشروط هذه موجودة بالموقع داش في دليل التحويل بين الكليات ويشوف شنو الكلية اللي يحول حقها أو التخصص اللي يحول حقها والشروط موجودة فيكون من أول ما نقبل بالكلية عارف التاركت مالها عارف شنو المواد اللي لازم يحتاجها ويأخذها ويقدر يحط حق نفسها خطة ويقدر يا راجعنا بعدما تطعبوا للتسجيل نحن نساعدها ونحط لها خطة معينة عشان سيقدر ينتقل حق التخصص اللي هو يبي وإذا وافق كلها الشروط لكن يعتمد بالنهاية على توفر المقعد ولا هل ممكن أن هل ستكون المقعد متوفرة أم لا على حسب التخصص في الكليات الطبية المقعدها محدودة يعتمد على توفر المقعد أغلب الكليات الثانية هذه ما يخص التخصصات العلمية وحاجينها من ناحية النصيحة منك دكتور لكن التخصصات الأدبية أيضا هم لهم جانب شنو الأشياء التي تنصح فيها دكتور نحن دائما ما نقول نحن نوجه والدكتور ما قاعد يقول لك سو تشدي لكن من واقع تجربة أو خبرة شنو اللي تشوفها بالتخصصات الأدبية إيه هي لها المستقبل الآن لو رحنا حق التربية المدرسين عموما هو مو أدبي علمي بس التخصصات التدريس مثلا رياضيات وفيزيا وكيميا مطلوبة صح فيه عزوف تقريبا عنها أغلب يتوجه حق تدريس اللغة العربية أو تربية بدنية تربية بدنية تخصصات ثانية مطلوبة أكثر ولها مستقبل أكثر حتى بالترقيات فهذا التخصصات هذه مثلا مطلوبة بس فيه عزوف عنها فيه عزوف عليها دكتور قبل اللقاء كنت هم قد أسولف معك وأبي أيضا شريحة أكبر تستفيد من هذا الجانب أنا دائما أقول ديرة خير وما هي مقصرة مع أفراد مجتمعها يشهد الله حتى الفئة الغالية علينا والعزيزة علينا ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في كل الأمور مغطيتها الدولة بشكل مثالي وهم يستحقون في جامعة الكويت تحت تعدل في شغلة أنا بقولها على علتها الطريقة اللي قلتها عشان أنت تعدلها أنا سألتك تحت الهواء قلت لك في جامعة الكويت مثلا أي تخصص يقبل بنسبة سبعين هذا الطالب من دوي الهمم نسبته ستين أنت توصلون إلى سبعين علشان يديش هذه الكلية أنت قلت لا مو بها الصورة نعم لهم استثناعات أو مش استثناعات لهم قانون خاص لكن مو بها هذه الصورة وضح لنا نفس ما تفضلت هو ما نسميه استثناع كثير من أن في سياسة القبول أنا مغطي أخواننا دوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لنسبة الدنيا حق القبول بالنسبة للقسم العلمي إذا كان هو من دوي الاحتياجات الخاصة وتنضبق على الشروط فسير نسبة الدنيا حق القبول حق القسم العلمي خمسة وستين حلو والقسم الأدبي ثانين وسبعين هو في الحالة الطبيعية اللي هو سبعين بالإمية حق العلمي وثمانين وسبعين بالإمية حق الأدبي جميل جميل بس ما نوصل يعني هذه النسبة الدنيا راح تكون يعني لو أنا مثلا يا عيب سبعين من دوي الاحتياجات الخاصة ويا عيب سبعين صح فرح نقبل أساس السبعين هذا السبعين تشمل اختبار القدرات أم اختبار القدرات بالنسبة لذوي احتاجات الخاصة يختلف لا لا هذا نفسه نسبة الثانوية العامة هنا لأننا عندنا حدود الدنيا حق القبول وفي جامعة الكويت اللي هي سبعين بالإمية حق القسم العلمي وثمانين وسبعين بالإمية حق القسم العدبي إذا نظام المعدل المكافئ لا يطبق لا يطبق هو طالب هام يمتحن بالقدرات جميل في مفردته جزئية الاستثناء دكتور نسمع وهذه صورة دهنية يقول لك إذا معدل يباقي عليه ولا بوينت ولا هذا فيه استثناءات ممكن الجامعة يزيدون أو يدزون يزيدون أو يدزون في هذا النمط أو في هذا من النوع الاستثناء في المعدل للتخصصات المعينة لا لا ما فيه استثناءات في جامعة الكويت يعني ثلاثة تسعة وعشرين يبي له نقطة مثل ثلاثين لا لا ما فيه استثناءات خلاص ما فيه استثناءات اطلاغ الاستثناءات ما تكون موجودة بشكل أو بآخر النصيحة نحن نلخص هذا الكلام كله دكتور ونلخص الأمر كله عملية التسجيل من باتر تبلش لحملة الثانوية يصير أقول باشر من باتر لا تصير عملية الضغط ولا الأمور الأونلاين قاعدة سهل هذا الجانب دكتور خلا يقدم أونلاين بالعكس خلا يقدم لأنه ممكن تصادفة مشكلة يقدر يراجع على طول لا ينطر بعد أن انتهى فترة التقديم أنا لو بلشت باتر التقديم أونلاين خمس ستاعة استطادفت المشكلة أقدر أحلها بسرعة أقدر أراجع الصالة أو راسل العمال تقول التجين عن المشكلة وحلول المشكلة ما أنطر لآخر كل ما تأخر ممكن نحط نفسي بموقع تواهك فيه بعدين نسكر فترة التقديم صح صح الله يوفق جميع التقديمين إن شاء الله الطلبة والطالبات كل ما أخيرا دكتور فعبة حب أول شي أشكركم على الاستضافة يعطيكم العافية هذا الدل على حرسكم على مصلحة ابناء أنا الطلبة أنا بس في نفس ما قلت توني أن باتشن شرح بلش التقديم حق خرجين الثانوية العامة من 15-7 إلى 25 ودي أي مشكلة تصادف ابناءنا الطلبة لا ينطل لانتهاء الفترة التقديم ما يقول أنا راجع بعد 25-7 راجع أول بأول عشان سحلونا المشكلة يقدر يحضر صالة القبول لجامعة الكويت أو يقدر يرسلنا على الإيمين هذه الشغلة الأولى الشغلة الثانية ودي يقرون التعليمات نفس ما قلت وراح ديش على طلب الالتحاق في الصفحة الأولى فيه تعليمات مهمة حق الطلبة يقراها عشان سادق تعليمات تساعد أن يقدم الطلب بشكل صحيح آخر شيء ودي أنا الأبناءنا الطالب اللي لاحظت أنا الملاحظة أن يأخذون معلوماتهم من السوشيال ميديا صح ومرات المعلوماتها تكون غلط وتسبب توتر حق الطالب وحق أهله وهي معلومة مغلوطة وممكن تخليه غير تفكيره ومستقبل بناء على معلومة مغلوطة فودي يأخذون معلوماتهم من مصادر رسمية من جامعة الكويت أو موقع عمادة القبول والتسجيل وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق ونشوفهم إن شاء الله بجامعة الكويت إن شاء الله وبس أهله أخذ الدكتور فاضل كم مثال ريال تعبان على نفسه بعدنا ما تقول تعبان على نفسه مهندس بترول كيميائي وكيميائي وقاعد يمارس بكل حب وروعة في وظيفته في عملية القبول وتسجيل في جامعة الكويت ودائما سعيدي بوجودك دكتور فاضل أنا أسعد أنه تشرفت والله بحضور بارك الله فيك كل شكر لك دكتور فاضل مهندس ونثمن التوفيق للجميع بإذن الله وإن شاء الله كلهم يحققون رغبات يا رب العالمين بإذن الله من بعد شرب الشوف الأونلاين مثل ما قال الدكتور لا تنطر سجل عشان لو أعقك عوق إلا تقدر تسجل الأمور كلها نحن نحن نروح لفاصل كلنا صغيرون ونرجح وفاحب بالله سعى المباركة